مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ مع حضراتكم حلقة جديدة من السادسة في مرحلة الحقيقة ممكن نسميها الحد الفاصل أو بمعنى تاني إزاي تشحن بطاريات كل البطولات المجمعة الكبرى انتهت سيكوننا بنتكلم على مرحلة كاس العرب سيكوننا بنتكلم على بطولة أمم إفريقيا سيكوننا بنتكلم على كاس العالم الأندية وحتى بطولة دوري الأبطال كلها بطولات كبيرة جدا خاط فيها عدد كبير من اللعابة النادي الأهلي مطشوط من العرى التقيل زي ما بيقوله محتاج تقفل الصفحة دي وتفتح صفحة البطولات المحلية والأولة مع مصر المخصة والحقيقة هنا الإعداد هيكون منه أكتر بدني وفني مع ناوي طبعا يعني قصوة جديدة جدا على أي لعب كرة الحقيقة هي بالتأكيد طبعا مهنته وشغله ومستقبله وكل حاجة زي ما أنت عايز بس الحقيقة أنا بتهايلي أنه في مرحلة زي دي وبعد الكم الكبير جدا من البطولات والمواجهات الصعبة دي بيبقى اللعب محتاج يشحم بطرياته معنوية لأنه صعب تاخده من دولي أبطال أفريقيا ومن كاس علام أندية ومن بطولة أمم أفريقيا تيجي تقول له يلا هنجدد الدوافع ونبتدي نلعب مطشوط الدولي من أول وجديد مطشوط الدولي تقريبا لأننا كاد نكون نسيناها صحيح خدنا فيها سبع مطشوط لكن كان الكلام ده من زماهن جدا ورجعين نقل بالصفحة ونفتح صفحة الدولي من تاني وإن كانت الحياة مباراة مصر المقصة في منتهى الأهمية ليه بقول كده لأنه على مستوى المسابقة نفسها أنت فقدت الصدارة لأنك أنت لعب مباراة أقل من بيرامدز المتصدر فمحتاج أنك أنت ترجع لمكانتك الطبيعية وتأكد على جدارتك وعلى عروض القوية كمان خدوا بالحضراتكم الأهلي من بداية الموسم قدم عروض في منتهى القوة عن المتعة تكلم وقول عن الأرقام تكلم وقول عن الصدارة وعن الغزارة التهديفية تكلم وقول فمحتاج أنك أنت تكمل أو تبني على هذا في مباراة المقصة الشيء الثاني ويمكن يكون الأهم الحقيقة هو المباراة أو البروفة الأخيرة قبل مواجهة سانداونز إن شاء الله بإذن الله في القاهرة يوم السبت اللي جاي وهكلم حضراتكم على الترتيبات والاستعادات الخاصة بمباراة سانداونز وعلى مطالبة نادي الأهلي وإدارة نادي الأهلي النهاردة الاتحاد الأفريقي الكاف بالسماح بالحضور الجماهيري كل التطورات طبعا الفريق راحا النهاردة لكن من بكرة إن شاء الله ترجع الفرقة تستأنف التدريبات